اشتركوا في القناة ما طرح من قبل ويرنر هايزنبرغ الى الى هذا اليوم في العامين 1926 و1927 دارت حوارات معمقة حول نتائج ميكانيكا الكم بين الفيزيائيين المؤسسين هينزور هايزنبرغ انشتاين ماكس وورن اخذت مقرراتها النهائية في ملتقاك وبنهاك مؤتمر ضم اكثر الشخصيات العلمية مساهما في ميكانيكا الكم حوارات لم تزل ساخنة حوارات لم تتعب الجرأة وكان هم المؤسسين لأي علم وشيء نادر انه يجتمع مؤسسوه العلم ويطرحون افكارهم بكل حرية فهذه المقررات كانت لها جوانب فلسفية كثيرة وايضا هي ذات جوانب ويطرحون افون دكتور نرجو اغلاق المايكات لو سمحتو نفاتح مايك لو سمحتو اغلاق المايك اغلاق الكاميرات اي شخص ساتح الكاميرا ساح احدث قورا يعني المعدرة من الجميع فالانتباه للكاميرات والكام قدر دكتور المعدرة نعم عادت الى الواجهة بقوة يعني كان هذه الملتقى مقررات ملتقى كوبنهاجم كان يعني هو التفسير السائد لميكانيكا الكام ميكانيكا الكام هو نصف الفيزياء الحديثة الفيزياء الحديثة قائمة على النظرية النسبية اللي هي طلع بها انشتاين لوحده وميكانيكا الكام اللي اسم بها انشتاين ومجموعة من العلماء التفسير السائد كان هو في ملتقى كوبنهاجم لكن كان هناك تفسيرات اخرى وايضا كانت هناك محاولات للتضليل على لابعاد التفسيرات الفلسفية يعني الاختصار على الحسابات فقط وتجاهل كل الجدال الفلسفي بشأن مقررات كوبنهاجم وبشأن ميكانيكا الكام ميكانيكا الكام علم غريب ونادر وعظيم في الفيزياء ومقرراتها غريبة جدا وعجيبة ومن الصعب انه يدركها حتى دارسي الفيزياء الاعتياديين من الصعب انه يحيط لأسرارها يعني فكان هناك محاولات للتعتيم على الجوانب الفلسفية في ميكانيكا الكام وأيضا درسة ميكانيكا الكام بشكل سطحي وبشكل رياضي ينشغل الدارس في الرياضيات برياضيات ميكانيكا الكام ويعرض عن وإيضا نشاع مبدئ مبدئ يعني عنوانه انه شتب انكالكوليت يعني بمعنى انه احسب واسكت يعني لا تفكر في اللوازن يعني وأيضا صيغة ميكانيكا الكام بطريقة ممكن تفهم بوجهين للتجريبيين بشكل سطحي وللمتعمقين لا بشكل معمق يعرفها يعني يعرفها المختصون أيضا عادت إلى الواجهة جدليات ميكانيكا الكام والتأكيد عليها في العام 2020 هنا نال الفيزيائي الإنجليزي روجر برنروز جائزة نوبل هو من المؤمنين بالواقعية الرياضية يسمى يعني الاتجاه الأفلاطوني في الرياضيات الرياضيات الأفلاطونية في عام 2022 نالت جائزة مجموعة من الفيزيائيين ثلاثة من الفيزيائيين يعملهم على ظاهرة التشابك الكومومي هي العلاقة اللغز بين جسمين مرتبطين بعلاقة كومومية فيصبح بينهما ارتباط وتأثير بغض النظر على المكان حتى لو كان أحد الجسمين يعني من الممكن أنه يؤثر جسيم على جسيم هذه الظاهرة كانت في الأصل إشكال لأنشتاين على ميكانيكا الكم تريد أن يثبت قصور ميكانيكا الكم ويثبت أن هذا التخصص أو هذا يعني غير كامل غير كامل لكن يعني لغرابة تسقود فأنه التجربة التي صممها أنشتاين أثبتت عكس مرابة واثبت فعلا هذا التشابك الكومومي بشكل غريب بشكل مخالف النظرية النسبي فالعضاء الثلاثة اللي نالوا جائزة نوبل في عام ألف واثنين وعشرين كان لعملهم ألن أسبك صاحب التجربة هذه اللي راح نقفها خيار متأخر واثنين أيضا عملوا على نفس ظاهرة التشابك الكومومي ما هي الرياضيات الأفلاطونية الرياضية الأفلاطونية هي الإيمان بأن الرياضيات هو عالم واقع تتنزل منه الأفكار في ذهن الإنسان وهذا نفس هو فرع من نظرية المثل الأفلاطونية أفلاطون كان يقول أنه الوعي الخاص بنا والحياة الوعي الخاص كله مرتبط متنزل من عالم المثل عالم المثل فيه جميع الكليات العقلية التي تتنزل منها الأشياء الخارجية الجزئيات ونحن نفهم ونعيش ونعي بهذا في عالم المثل يعني عالم الرياضيات الواقعي بمعنى نحن نكتشف الرياضيات وليس نخترع الرياضيات الرياضيات ليست من صنع الإنسان وإنما نتيجة اتصال الإنسان بعالم الرياضيات وتتنزل مبرهنات الهندسة الإقليدية ومبرهنات الرياضية كلها تتنزل تنزل في ذهن الإنسان أيضا هذه وصلت إلى غاليليو الذي لاحظ أنه على المعادلات الرياضية كانت حائلة يعني في تحليل المرتبات كانت تطابق بين الرياضيات في الواقع الخارج متير للانتباه لهو كأنه تقال كلمة أنه الرياضيات هي اللغة التي كتب الله بها الكون فكل شيء يمكن التعبير عنه رياضيا أو فهمه رياضيا والرياضيات هو عالم الوعي الذي يكون منه الوعي وكل دالة رياضية طبعا أنا الراجع مقولة سافقة ذكرناها لأرخاميديس أنه الأشياء هي عبارة عن أعداد يعني أنه هذا الشيء الخارجي اللي أمامنا في الكون اللي نشوفه وكأنه يعني الفكر البسيط يرى أنه هو عشوائي لا هو كل رياضيات ما خلف رياضيات هو ممكن التعبير عن رياضيات هذه مقولة أثبتتها ميكانيكا الكم بشكل أعمق مما كان يفهمه مقاليفيو كانت مقررات ملتقة كوبينهاجن من أغرب ما تمخصت عن جدريات الجيل الأول من فيزيائي الكم يعني أنشتاين وبورو هايزنبرغ وتعد معطيات ميكانيكا الكم من أغرب ما أنتجته الفيزياء الحديثة حتى عد بمثابة حفل الجنون كتب بهذا العنوان أو ميتافيزيقية صريحة أو روحانية أكثر مما يعتقد المؤمنون بالغيب حتى كانت من غرابتها كان في الولايات المتحدة بيل ستيورت ستيورت بيل كان يقول حينما ذهبت لأمريكا في دراسة الميكانيكا الكم هذا الكلام في السلطينيات يقول لم يكن أحد يفهم ميكانيكا الكم في الولايات المتحدة أيضا هاي مقولة أيضا لريتشارد فاينمن في زياء أمريكي من الجيل الثاني لميكانيكا الكم يقول أنه أعتقد أنه ليس هناك أحد يعني على الأطلاق على أطلاق أحد يفهم ميكانيكا الكم يعني كل علماء في زياء بالأرض ما يفهمون ميكانيكا الكم يعني قاعد يكلمته ربما هو هو كثير المزاح لمعرفة معاني تلك المعطيات معطيات ميكانيكا الكم لابد من استعراض تجربة أساسية في ميكانيكا الكم تجربة أساسية هي تجربة توماس يونج تجربة الشق المزدوج لما أسقط يونج في وقت ما كان استخدام أشعة وحادي اللون لا استخدم أشعة الشمس من خلال شقين في الباب فكان الأشعة الداخل على الجدار بشكل وكأنه موجات طبعا هذه التجربة الرئيسية لا بد من نفهمها حتى نفهم ميكانيكا الكم فيقول إذا اقتنعت اقتنعت بتجربة الشق الطولي المزدوج يكون أكثر من نصف المعركة قد حسم فإن أي موقف آخر في ميكانيكا كان يمكن شرحه دائما بأن نقول هل تذكر حالة التجربة ذات التقبين إنه شيء نفس يعني كل شيء رح ناخذه نشتقى من هاي التجربة طبعا هاي الجدليات اللي صارت آآ موسهلة يعني نحن كلمة يونستاين نقول أن الله لا يلعب بالنرد الله لا يلعب بالنرد يعني أعتقد أنه الله لا يلعب بالنرد رد عليه نيلزبور قال له كف عن تعديم الله ما ينبغي عليه أن يفعله وما يستطيع أن يفعله هذه الكلام وكأنه كلام عقائدي كلام عن تنزيه الله عن طريقة الخلق فكرتهم على الخلق فالعلم مرتبط بالخلق يعني فتلاحظ اثنين هم مؤمنين هذا يمتلك نظرة على على كيفية خلق الله والآخر يمتلك نظرية أخرى لخلق الله هذا يقول أنه الله ما ممكن أن يخلق الكون على طريقة ميكانيك الكيم ومبدأ اللادقة الآخر لا أنه يفترض نظرية الخلق بشكل أكثر مرونة نيلزبور يعني فهي الجدل هي بياناتهم لا زالت محل طرح ويعني معمقة وستتعلق بلمسة الخلق الأولى وكيفية خلقه ما هي الواقعية الكونية كل هاي الأمور أنه ميكانيك الكيم أسهمت في ترسيخها فالتجربة التي نبدأ بها هي تجربة توماس يونغ توماس يونغ التي هي دبل سليت تجربة الشق المزدوج طوليين يعني طبعا أنه سابقا كان أكد جدل على طبيعة الضوء هل هو موجات هل هو موجات مثل موجات الماء مثلا غاساندي بير غاساندي كان يرى أنه الضوء مثل موجات الماء موجات الماء إذا خليه تحاجز هنا وجاءت هاي موجة مثلا مع الماء فتعبر الحاجز كل نقطة كل نقطة تولد موجات تولد جبهات موجة فصير طبيعة متموجة فالضوء كذلك عنده بير غاساندي يسحاق نوتين كان يرى أنها دقائق يعني دقائق تامة المورنة صغيرة يعني تنعكس تصطدم وتنعكس كل منهما كان يفسر بعض ظواهر ويفشل فيه تفسير ظواهر الذي يفترض أنه دقائق يفسر ظاهرة كذا وكذا الذي يفترض أنها موجات يفسر ظاهرة كذا ويفشل فيه تفسير غيرها طبعا أنه تطور الأدوات الأدوات الأختبار وأصبح من الممكن يعني قياس التداخل بشكل وتصويره بشكل أعظم مما كان عام 1801 في بداية القرن 19 كان توماس يونغ قدم نتائج التجربة أثبت فيها أنه الضوء موجات لم يكن هنا في جدل بعدها على أن الضوء هو موجات لم يتكلم أحد في أن الضوء بحسب الطلاعي في أن الضوء دقاق بعد ذلك حتى لما ظهرت النظرية الكهرومغناطيسية تم تقنين معادلة ماكسويل والمجالات لفاراداي كلها على أساس أنه ضوء موجات لا معنى للتداخل إذا كان الضوء دقائق لاحظوا هنا لما ينفذ هنا شعاع ضوئي موجه ضوئي أو تقسم إلى فتحتين تتداخل يعني تتكون من كل نقطة من كل فتحة مننا أسوا أستو لاحظوا بشكل هذا العليثار تتكون موجات لانوية تتداخل هذه الموجات قمة مقعور قمة وقعر القمة يتركب يتداخل فيها الضوء يصبح شديدة الإضاءة والقعر لا يتراكب هنا ويرغي بعضه بعضا يصبح هنا قعر هنا قمة قعر قمة قعر من الماكسيموم على الشاشة شاشة الرصد هنا لاحظوا هذه الظاهرة لا معنى لها عندهم يعني في تلك الوقت لا معنى إذا كان الضوء دقائق يعني دقائق لا يعزل ولا يتلف بعضهم بعضهم فهذه تجربة توماس يونغ إذا فهمناها فقد فهمنا اعتبار الأشياء الأساسية في مكانكال طبعا النظرية الكهرماطسية فسرت على أنه الموجة الكهرماطسية لأنها مجال كهربائي متعامد مع مجال مغناطيسي هذا المجال الكهربائي لا زرق هذا المجال يتداخل ويولد بعضهم البعض بطريقة وتمشي باتجاه باتجاه يعني استمرار استمرار خط مسار الأشياء بعد أن ظهور نظرية الكام نظرية الكام غير ميكانيكا الكام نظرية الكام بماكس بلانك استخدم أنشتاين استخدم فكرة الكام لتفسير ظهر الكهروضوئية كهروضوئية أيضا ادعى أنشتاين على أنه الضوء هو فوتونات فوتونات يعني كمات صغيرة من الطاقة يعني الحد الأدنى من الطاقة تسير بسرعات الضوء ففسر ظاهر الكهرمناطيسي على ثاس هنا رجع الكلام على السلوك الدقائقي السلوك الدقائقي للضوء يعني توليد الكهرباء من يعني من المعادن ومعادن إذا سقط عليها الضوء تتولد منها كهرباء فهذه تسرها بشكل يعني أشوه بالدقائقي يعني إذن هذا سلوك دقائقي للضوء للفوتون وليس سلوكا موجيا يعني الموج لا تكون هكذا لاحظ وجود عتبة معين إذا زادت تردد الإشعاع عنها يلا أنه يصير يصير تيار كهرباء أقل أقل منها لا تتهيج الألكفونات ولا يسلي تيار كهرباء فهذا كان مما يعزز السلوك الدقائقي للضوء فأصبح لدينا يعني ظواهر تعزز الظاهر المودي السلوك المودي وظواهر تعزز السلوك الدقائقي وهذا تناقض كبير يعني في بداية القرن العشرين كان العلماء يبدو بعض العلماء أنه كأنهم يعني راضون بمسألة هذا التناقض في الطبيعة وبعضهم نسب التناقض في الطبيعة موجود يوجد تناقض في نفس الطبيعة هي متناقضة يعني طبعا هذا شيء ما مقبول يعني بعضهم يعني دفع المشكلة الأمام قال أنه سيوجد يعني حل في ذلك الوقت هل الإلكترونات دقائق أم موجات أساسية في العلم ما حسمت بالسهولة سمها ميكانيكا الكيم يعني كلما زادت التجارب وزادت دقة تتعزز الظاهرتين يعني يعني هي فارتكول دقائق أو موجات يعني لاحظوا تجربة الشق المزدوج مرة أخرى عادوا إلها بتطوير لبعض فإن العنصر الأساسي في نظرية الكيم هذا الكلام ميريت شارب فايل من يقول إن العنصر الأساسي في نظرية الكيم هو تجربة الشق المزدوج لماذا؟ لأن هذه الظاهرة مستحيلة يعني يقصد بالتطوير تطوير الخاص ما لها راح تكون مستحيل تفسيرها مستحيلة بشكل مطلق لتفسيرها بطريقة كلاسيكية ما ممكن تفسيرها بطريقة كلاسيكية وبها لب ميكانيكا الكيم وفي الواقع فإنها تتضمن الشيء الوحيد الغامض والغرائب الرئيسية في كل ميكانيكا الكيم من هذه التجربة لاحظوا تجربة شنو؟ أجيب حاجز بشقين مزدوجين لاحظوا الصورة اللي على اليسار أطلق الأشعة وخلي شاشخ اللي فيه أرصد عليها صير متموجة مثل موجات الماء لاحظوا هنا يجي هذا المونوكروماتيك ضوء وحادي اللون أصلت على حاجز بفتحتين ويصير تدخل أنه هنا الموجات الداخل فتصبح هنا قمة قعر قمة قعر وكأنه موجات هذه طبعا تجربة تثبت الموجية لكن التطويرات التي حصلت عليها سببت المشكلة لاحظوا الشكل في الأسفل على اليسار تقريبي للفكرة لاحظوا أنه هذا مصدر موجات وهذا مصدر موجات تتداخل بينها تتداخل ويصبح قمة وقعر قمة وقعر تنفذ الأشعة من الحاجز ذو الفتحتين لاحظوا على اليمين فتتداخل يعني تتولد منها موجات ومن هنا موجات وتلتقي هنا قمة قعر قمة قعر هناها موجات لاحظوا الأشعة تصل إلى هنا هذه مقطع في الأشعة فمثل ما يحصل في الماء تتدرج الإضاءة بينهما في قمة وقعر قمة وقعر لاحظوا وهذا وكأنه شكل متموج الذي ينظر إلى هذه التجربة فقط يعني لا يشك أن الضوء هو عبارة عن موجات حصل تطوير لما افترض ديبرولي أنه في زيائي الفرنسي على أنه الألكترونات أيضا لها سلوك موجي ليس الفوتونات فقط الألكترونات أيضا لها سلوك موجي هي موجات الألكترونات هي موجات ليس الضوء له سلوك موجي فقط لها الألكترونات أيضا لها هي موجات فطوروا تجربة الشق المزدوج هالتطوير الأول باستخدام الألكترونات بدلا عن الفوترونات بدلا أن الضوء استخدم مدفع مع الألكترونات لاحظوا فهنا مصدر الألكترونات لأن الشاشة الكاثودية أنه يصير فرق جهد عالي فيتنطق الألكترونات من جهة وتسقط على الشاشة الخلفية من جهة نفرض هذه هي الشاشة الخلفية هذا الحاجز والشقين سيت وان سيت و هذا هذا تصدر الألكترونات من هنا يحصل تداخل تداخل على الشاشة الخلفية لاحظوا الآن أجروا شيء يعني أنه أغلقوا إحدى الفتحتين من المفروض إذا أغلق الفتحة الأولى يصبح مثلا يمر نصف الألكترونات من الفتحة الأخرى ولا يحصل تداخل يعني لا يحصل تداخل لاحظوا وإذا أغلق الفتحة الثانية وأترك الفتحة الأولى النسبة الثانية من الأشياء يعني هم 50% راح تنفذ يعني فأيضا ما يحصل تداخل مودي لكن الذي يعني وجدوه أن الألكترونات هنا لاحظوا هنا في هذه الحالة أغلقنا الفتحة الأولى مفتوحة الفتحة الثانية مغلقة slip to closed لاحظوا الفتحة الثانية مغلقة أصبحت الألكترونات تنحاز وتأتي إلى الفتحة الأولى وكأنها تعرف أنها مفتوحة الحالة الثانية عندما نفتح الفتحة الثانية ونغلق الفتحة الأولى تنحازم الألكترونات وتتجمع الفتحة الثانية كأنها تعرف الفتحة المغلقة فتتحول إلى الجهة الأخرى هذه أول شيء فتح أثناء العلماء إلى غرابة هذه التجربة حيث تم في هذا التطوير إغلاق أحد الفتحتين مرة وإغلاق الأخرى في المرة التالية ثم تسليط الألكترونات في كل حالة هنا هذا هذا ظاهرة غريبة جدا يعني هل الألكترون له وعي رح نشوفه كيف أنه هذه الكلمة لما فسروا الألكترون أنه له وعي بصفته موجة رياضية أنه استفزت أنشتاين استفزت أنشتاين في رسالته اللي رح نعرضها إن شاء الله يقول جوني غريبين يخضع الألكترون المنفرد لقوانين الإحصاء رغم أنه منفرد لاحظوا لاحظوا أنه لو أخذت مجموعة من الألكترونات ولأفسر سلوكها بالمجمل يعني في النهاية الحصيلة النهاية ربما أستخدم قوانين الإحصاء أقول مثلا هناك فتحتان يعني في الجدار إذن 50% تسلك إلى هذه الجهة و50% تسلك إلى هذه لكن لو أطلقت الألكترونات الألكترونات المنفرد كل الألكترون رح يشعر بالمجموع رح يشعر بالمجموع أنه رح يخضع لقوانين الإحصاء رغم هو ما لا توجد له احتمالات يعني ليس له احتمالات من المفروض أن الألكترون هو شيء كيان منفرد لاحظوا وهو يخضع لقوان الإحصاء حتى وهو منفرد هذا شيء غريب جدا يعني يعني راح نوضح أكثر إن شاء الله فكانت تفسيرات الموجودة على أنه الألكترون يختار هو دالة احتمالية يعرف الفتحة المغلقة ويختار الفتحة المفتوحة لحظة فهذه الأمر استفز يعني أنشتاين فقال قال أنني أرى أنه ليس من الأمور التي لا تحتمل تقبل فكرة أنه من الأمور التي لا تحتمل تقبل فكرة أن الألكترون يتعرض لإشاع يمكن أن يختار بإرادته الحرة ليس اللحظة التي ينبعد فيها فقط بل يختار أيضا تجاهه إذا ثبت ذلك فإنني في هذه الحالة أفضل أن أكون إسكافيا أو حتى موظف في نادي قمار على أن أكون فيزيائيا قال الفيزيائي ما تناسب نهاية في الرسالة الرابعة لماكس بورن ذكرتها كثير من مصابر التطوير الثاني التطوير الأول كان نتيجته تراض على أنه الألكترون له وعي ذاتي بصفته رياضيات بصفته له دالة بصفته موجة مثل ما عبر ديبرولي فأنه هذه الموجة الرياضية لها وعي لأن الوعي من الرياضيات وهكذا هذا يختار إلى درجة يخضع لقوانين الأحصاء حتى وهو منفرد وكأنه يمثل هو هو مثلا يمثل مجموعة أحصائية بألكترون رغم أنه مفرد هذا شيء غريب جدا التطوير الثاني قالوا لنرى كيف يختار الألكترون نرصد الألكترون ونرى كيف يتصرف لوحده ويشعر بالآخرين يعني يشعر بقوانين الأحصاء وهو منفرد يعني ما أطلقوا الألكترونات دفعة واحدة أطلقوها بشكل متقطع لاحظوا هنا 0.02 من الثانية جزء من الثاني أطلقوا ألكترونات قليلة بشكل مفرد بعد عشر ثواني لاحظوا هنا الفرق بين الالكترون وإلكترون في عشر ثواني تجمعت الألكترونات وكأنها تعرف الألكترونات التي تأتي بعدها لاحظوا كيف تعرف الألكترونات ما يأتي بعدها بحيث تترك للمجال أو تداخل معه وهو لم يأتي بعد لاحظوا هاي بعد 120 ثانية لاحظوا كيف حصل هذه النتيجة على الشاشة الخلفية إنه أصبح تداخل موجي رغم الإلكترونات أطلقت بمفردها إلكترون بعد إلكترون طلاق الإلكترونات من مصدرها بصورة متقطعة منفردة بفارق زمني واضح وذلك لمراقبة السلوك كل منها على انفراد ومعرفة خياراتها وأي من الفتحتين ستختار إذا كانت بمعزل عن غيرها هذا منفردة من الإلكترونات فكانت النتيجة في الجدار الخلفي شاشة المتحسسة كما هو موضح بالشكل المجاور ويردو يعني منها أن الإلكترونات أن كل الإلكترون سقط على نفس مناطق التداخل كما لو أنها منطلقة معا كما أنها لو كانت تخضع لإحصاء جماعي رغم أنه منفرد إلى أنه اعترف بمكانة الإلكترونات الآخر وتداخل معه قبل أن يأتي حتى وهو بأزمان مختلفة يعني فهل أن الإلكترونات هنا الآن موجات حتى الموجات لا تتصرف بهذا الشكل أم أنها دقائق يعني أم أنها موجات ودقائق معا يعني لا أحد غير ميكانيكا كم نجح في تقديم تفسير لهذه الموضلة لأنها تبدو وكان الإلكترون بدأ كدقائق من المصدر يعني عند المصدر كان دقائق ثم انتهى كدقائق في المتحسس يعني لكن ما بينهما وكانه موجات وكانه موجات ماء هذا كتاب توني هي The New Quantum Universal التفسير الذي أقرته ميكانيكا الكام للسلوكين الموجي والدقائق أن الإلكترون ليس موجي ليس موجة مادية كما قال ديبروليت ولا دقائق وإنما هو في ذاته موجة احتمالية هو في ذاته الإلكترون هو موجة احتمالية يعني الرياضية ليس موصوفا بالرياضيات وإنما هو رياضيات أي أنه في الواقع الخارجي كيان يشبه الكيانات الرياضية الأفلاطونية أنه هو رياضيات هو شيء من عالم الرياضيات الإلكترون ما بين المصدر الصور والشاشة الخلفية المتحسس الأفلاطونية فالألكترون هو رياضيات ما بينهما فهذا هو هو رياضيات لاحظوا فالرياضيات هو احتمالات فيختار أي الفتحتين يعني ويعرف يعرف لأنه هو غير مرتبط الرياضيات غير مرتبط بالزمان فيعرف أي الفتحتين ستؤدي إلى النتيجة النهائية فما بينهما من المصدر والشاشة هو رياضيات هو رياضيات صرفة ليست واقع خارجي ليس شيئا ملموسا ليس فيزياء خارجي لا وانا ما هو رياضيات صرفة يعني محض رياضيات رياضيات أفلاطونية طبعا هذه المعلومات ما كانت موجودة في يعني الستينيات والسبعينيات وكان حتى الذي يدرس الفيزياء تحجب عنه هذه الأمور يعطى فقط الرياضيات يدرس كيفية يحسب يحسب لما تكون مثلا مكان مغلق وفيه غازات أو بلازمة أنه تعطى معادلات حتى معادلات تقريبية إحصائية عددية لأنه يحسب النتيجة النهاية السلوك النهاي التأثير النهاي للغازات التطوير الثالث هذه كانت محاولة لتفسير تأثير الرصد على سلوك الألكترونات فأرادوا مراقبة الألكترون وكيف يختار وكيف يحول مساره ووضعوا متحسس هنا بعد أن يعبر الألكترون بعد أن يعبر الألكترون ليس قبل أن كوف التداخل لا بعد أن يعبر هنا يتم رصد يعني هنا هناك لحظة طبعا أنه كانت النتيجة غريبة يعني نتيجة الغريبة التي شاهدوها وسجلوها في التطوير الثالث أن الألكترون حينما تنظر إليه يتصرف كدقائق وحينما لا تنظر إليه لا ترصد يرجع ويتصرف كموجات لاحظوا فالمراقبة حينما تراقب الألكترون يختلف يختلف طريقة طريقة نفوذه عبر الشقين يعني لا يتداخل لا يحصل تداخل موجي لا تحصل موجات على الشاشة الخلفية لاحظوا ليست موجات وإنما يتداخل فقط إذا قمنا بمراقبته إذا تركنا مراقبته لا تركنا مراقبته يتداخل كموجات فكيف يعرف الألكترون أننا نراقبه فيتصرف كدقائق وكيف صار موجات بمجرد الانصراف عنه هل يؤثر وعي الراسط لاحظوا هذه نتيجة فهذه تجارب عيدة مئات المرات خوف أنه يكون الخطأ بالأدوات وأنه حتى الراصد هذا خافوا أنه يؤثر مثلا شعر الضوية هي تؤثر هنا شنو يضعون ضو وتتوهج الإلكترونات فخافوا أن هذا ضو هو يؤثر في الإلكترون عملوا على جعل المتحسس خلف الشاشة خلف الشاشة بعد أن يسقط الإلكترون بعد الشاشة لكي يتأكدوا هل هو وسيلة الراصد تؤثر أم مجرد الوعي وجدوا وأثبتوا أن وعي الإنسان ومراقبته هي جزء من التجربة بحيث إذا راقبت الإلكترون سيتصرب بسلوك تقائعه إذا تركت مراقبته ستصرب بصور موج فما هو وعي الإنسان هل ممكن يدخاله في الهيدياء هل ممكن أنه يكون الإنسان ليس مجرد راصد ومحايد وإنما مساهم في نتيجة نهائية الأمر الغريب أنه عند ملاحظة الشاشة الخلفية وجد أنه قد اختفى نمط التداخل الذي كان يحصل قبل وضع المصدر الضوئي لاحظة هنا Particle هذه Particle Patterns Wave Patterns هذه هنا لما أترك مراقبته هنا مراقبته هذه الصورة من دكتور حازم فلاح فيس أستاذ عربي مصري أعتقد ونشيط يعني لاحظت رجل يعني يتعب في محاضراته هواي للطلبة إن شاء الله يكون لهم مستقبل إن شاء الله لكن الأمر الغريب أنه عند ملاحظة الشاشة الخلفية يوجد أنه قد اختفى نمط التداخل الذي كان يحصل قبل وضع المصدر الضوئي لرصد دريق فريق الألكترونات وصرفت الألكترونات وكأنها دقائق فإذا عيدت تجربة بدون رصد الألكترونات للضوء عادت إلى التصرف الموجي وتداخلت على الشاشة الخلفية لاحظ هنا مجرد أنه يراقب الإنسان التجربة تتحول إلى دقائق صرفه وكأنها دقائق وإذا ترك مراقبتها واكتفى به النتيجة النهائية سيرى مع تداخل الموجي هذا الكلام هذا نصا من The New Quantum Universe كتاب بريطاني كيف عرفت الإلكترونات أننا نراقبها وكيف عرفت أي الفتاتين أي الفتاتين مفتوحة في الحاجز الوسطي وكانت هذه التساؤلات ومثالها مما أرق علماء الكم وشكلت جدليات الأساسية التي خرجوا منها بالوصف الجديد للميكانيكا الكلمية أو وصف كوبينهاغين ما علاقة الألكترون بوعي الإنسان كيف وعي الإنسان كيف يؤثر في الألكترون سلوك الألكترون طبعا التطوير الرابع هو الأجر يعني تجربة الخيار المتأخر أنه أترك الألكترون أو أصمم تجربة بحيث يعني أتغالب مع مسألة الوعي يعني أحاول ما أحسس لتجربة بأني أرصد يعني أترك يتخذ القرار أترك الألكترون يتخذ القرار هنا أشوف النتيجة تجربة معقدة تلخيصة بهذا الشيء يعني تلخيصة أنه تغلب هنا في هذه الحالة هنا تصرف موجي بدون مراقبة هنا لما أرصد شوفوا صار تصرف دقائق تصرف دقائق شنو مثلا من الفتحتين تصير هنا فتحتين يعني وكأنه يوصف مدفع رشاش فإذا كان عندك مدفع رشاش وأمامك فتحتين ووجهت الرصاص إلى الحاجز سيكون شكل في الحاجز الخلفي شكل إطلاقات النار على هيئة الفتحتين دقائق وكأنه إطلاقات رصاص من التجارب التي حاولت تغلب على خيارات الإلكترون هي التجربة التي صممت في الثمانينيات طممها في ثمانة أرد شبات ويلر طممها بتجربة الخيار المتأخر طبعا هذا لم أرد شبات حيث جعل قياس ورصد الإلكترون فيما بعد عبوره من الشقين المزدوجين فليس هناك رصد عند الحاجز الوسط يؤثر الإلكترون وغير سلوكه الموجي إلى سلوك دقائق كما افترضه البعض قام ويلر بقياس النتيجة في الحاجز الخلفي بواسطة بسكوبين خلف الستارة الخلفية أي بعد مرور الإلكترونات من الحاجز الوسطي حيث تكون القرار قد فات يعني أنه الإلكترون ما يقرر يعني أتغلب على قرار الإلكترون إذا واعي ويختار أي الفتحتين فإذن بطريقة معين طبعا هذا الرسم هو شيء تبسيط يعني أتدخل بطريقة معين بحيث تعتمد على دخول الإلكترون أخلي الإلكترون يدخل والجهاز يتغير للرصد بعد بعد قرار الإلكترون وكأنه أنتظر أخلي هو يعبر الحاجز ومنها أغير وكأنه أنا مثلا أضرب الكومتار لو كان سرعتي أسرع من سرعة الضوء قبل لا يصل لشاشة أنا مثلا لو كنت أسرع من الضوء رح أرصد إذن يكون الإلكترون فات الأوان بعد لأنه يقرض الشيء اللي حصل لاحظوا رح أعيد لكم الكلام لو فرضنا أني أسرع من الضوء المتحسسات التي أضعها هنا على الحاجز الخلفي لاحظوا هذه الصورة شرب الماؤو لو كنت أسرع أسرع من الضوء نعم لو كنت أسرع من الضوء وأطلقت الألكترونات السلام عليكم عليكم لا يفصل في بوشي يا أخي نعم لا تفصل بوشي عذرا يرجى غلق المايكات عذرا دكتور علي نحن نأسف لهذا أغلق المايك أخلق المايك الله يرعاكم الله يحكو غلق المايكات عذرا دكتور نحن نعتذر لهذا الخلفي غير المقصلي تفضل نعم هنا تجربة الشق الموجودة استخدمت الألكترونات لو لم أرصد الألكترونات من أين تدخل تسلك سلوكا موجيا لو تدخلت ورصدت هنا تسلك سلوك دقائقي تتراثم الألكترونات على شكل فتحتين في الحاجز الخلفي هل هذا بسبب وعي الإنسان أم بسبب تأثير آلة الرصد هنا جون ويلر صمم هذه التجربة صمم هذه التجربة أنه أترك الألكترون يقرر ويعبر الفتحتين وأتدخل في هذه اللحظة بعد أن لو فرضنا أني أسرع من الضوء التقريب أنه في طريقة يعني معقدة يعني عكاسات كثيرة وكذا أترك الألكترون يعبر الفتحتين هنا أقرر أنه أرصد أو ما أرصد لاحظوا هنا الشيء الذي وجدوا أن الألكترون يبدو وكأنه يعرف المستقبل أو يصحح الماضي وكأنه يعرف ما ستختار لغم أني 50% سأرصد 50% لا أرصد وكأنه الألكترون حينما وصل إلى الحاجز الخلفي صحح المسار الماضي لأنه ماضي غير مرصود فصحح الماضي فسميت هذه التجربة تجربة الخيار المتأخر أنه الخيار فات الألكترون لكنه ماذا الألكترون فإذا وجد أني رصدته يرجع ويصحح مسار عند الفتحتين فتحتين الحاجز ويسلك سلوكا دقائقيا وإذا وجد أني لم أرصده يرجع ويصحح مسار ويسلك سلوكا موجيا هذه تجربة الخيار المتأخر جون ويلر وهي من أرواع التجارب تجربة delayed choice experiment هو التطوير الرابع لتجربة الشق المستوي طبعا هو جهاز معقد ما تشوفون على إعسار مو من السهولة أنه مو يدويا كان لأنه يحتاج شخصي إسراء أكثر من إسراءة الضوء إلا أن المدهش يعني حين إجراء التجربة أن الألكترون بدأ وكأنه رجع إلى الماضي وغير ماضيه بحسب القياس فكيف يمكن إرسال إشارة إلى الماضي وتغيير الماضي الأمر الذي فتح الأذان إلى لوازم فلسفية عريضة في النظر إلى الكون كيف يمكن تفسير هذه التجربة إنما لا تفعل هذا هو إرساء احتمالية نقل إشارة عبر الزمان للماضي يعني هذه التجربة مسجلة ممكن مراجعتها في هذا العنوان هذه هو إرساء احتمالية نقل الإشارة عبر الزمان بشكل معكوس سببية عادة أن تمشي إلى الأمام بحسب القانون العشوائي أنت رحناها في الورشة السابقة إذ أنه يستحيد نقل المعلومات إلى الماضي باستخدام تجربة الخيار المؤجد بل ربما الماضي البعيد للغاية جون ويلر ادعى شيء أكثر بعد أنه ممكن أنه نرسل إشارات إلى بداية الكون الفيزيائيين قدموا عدة تفسيرات لنتائج تجربة الشرق الملزولي التفسير الرسمي وكان هو الذي ينتجه ملتقى كوبينهاجن في مجموعة علماء الفيزياء التقوا وكان هذا هو التفسير الرسمي للتجربة ما بين عامين طبعا صارت عدة مراسلات واجتماعات 1924 إلى 1928 هذه الأعوام كان هذه فترة الجدل قبل أنه يصدر التقدير النهائي فتم إدخال القياس كعملية واعية حسابات والقياس والوعي كعملية واعية ليس كأداة قياس لاحظوا حتى لما افترض أنشتاين أنه في تجربة التشابك الكومومي على أنه هذا الكترون فصل عن الكترون كانوا فهذا الالكترون كانوا في نظام كومومي وانفصل أحده مع الآخر يعني نظام كومومي متتام يعني إذا هذا 10% هذا 80% إذا هذا 70% هذا 20% وهكذا فقال أنه الكترون نفرض أنه مدال الاحتمالية انفصل عن بعضهما الكترون ذهب إلى مسافة بعيدة يعني وهذا الالكترون عندنا رصدنا هذا الالكترون ينبغي أن رصدنا أثر أثر على هذا الالكترون فقسنا أنه هذا مثلا 30% اتجاه الاستقطاب الخاص فالمفروض الالكترون الآخر يصبح 60% عرفناه بدون رصد فكيف أثر الوعي رصد هذا الالكترون على الالكترون الآخر هذا شيء مستحيل يعني تضمن أرسال إشارة أسرع من الضوء يعني طبعا هذه التجربة تم اختباره وظهر فعلا أنه يؤثر يعني ميكانيكي يؤثر بشكل فوق الزمان أو كأنه تصحيح الماضية كان جواب نيلز بور على هذه التجربة في وقتها على أنه أنك الالكترون الآخر عرف عرف أنك صممت هذه التجربة عرف أنك تنوي قياسه تنوي قياس أو أن عملية القياس يعني لا تضمن فقط الرصد وإنما القياس الرياضي أيضا يؤثر ليس فقط النظر بالعين فالالكترون المقررات النهاية كان فكرة تفسير ريتشارد فاينمن بشكل متأخر عن ملتقاء كان ممضم من ملتقاء كوبينهاغن بحسب معلوماتي فالالكترون بين المصدر والشاشة هو دال الاحتمالية هذا المصدر هذه الشاشة الخلفية هو ما بين دال الاحتمالية يسلق كل الطرق المحتملة فالاحتمالات تعرفون احتمالات لذلك أنه كان شبهة يعدل بعض أنه كيف يكون الالكترون متواجد في أكثر مكان في نفس الوقت وهذا تناقض والتناقض غير موجود إذن ميكانيكال كم خطأ يعني لا هو مو واقع خارجي حتى يكون هو مو جسم مثل جسمي حاليا أما أكون قائم وأما قاعد لا هو هو دال الاحتمالية مثلا لو قلنا مثلا إن إن خالك الآن واقف أو قاعد تقول أنه حاليا في عالم الاحتمالات هو واقف وقاعد ومضطجع ثلاث احتمالات لكن حالما مثلا تراه تنحل هذه الاحتمالات الثلاثة الاحتمال واحد ترى أنه قاعد إذن إذن أنه هو الالكترون وجوده في عدة أماكن ليس في العالم الخارجي في عالم الاحتمالات لا يوجد تناقض عالم احتمالات يقبل أن يكون الالكترون يعني بحسب عالم احتمالات الموجود حاليا رياضيا في أكثر من موقع يعني الالكترون بين المصدر والشاشة هو دالة احتمالية رياضية نؤكد على هذه المسارة تسلب جميع المسارات التي تتوحها فيكون من الطبيعي أنه يعرف الفتحة المغلقة لأن كل احتمالات هو مختبرها هو دالة تشمل كل احتمالات أو تتضمن كل احتمالات جميع المسارات التي يتوحها الرياضيات بين البداية والنهاية ولا يتحدد إلا بعد رصده من أرصد الإلكترون في الشاشة الإلكترون طبعا ما ممكن الإحاطة به حاليا حتى الضوء الشمس مثلا ما تقدر ما تقدر أنه تراه إلا أن تضع يدك أمامه يعني عرضا يصعب يعني إلا تضع اسم ينعكس عليه الإلكترون هو بين المصدر والشاشة الخلفية هو دالة احتمالية رياضية تسلب جميع المسارات التي يتوحها الرياضيات بين البداية والنهاية ولا يتحدد إلا بعد رصده ولا يمكن تحديد النتيجة بدقة بين احتمالات الدالة الرياضية وأن ما يكون دقيق لأنه في كل الاحتمالات لا تقدر تخمن أنه هنا أو هنا هو لا زال محتمل هذا مفاد نبدأ اللادقة يعني هذه المسارات المتعددة فسروا بيها فسروا فسروا بيها المسارات المتفسروا بيها الظاهرة الأولى لعظوا كيف تتداخل اللي قلنا التطوير بالإلكترونات استخدام الإلكترونات كيف لما التطوير الثاني أطلقوها منفردة يعني كيف تتداخل مع بعضها عبر الزمان يعني وهي مثلا الإلكترون أنطلقها وبعد أطلق الإلكترون الثاني كيف تتداخل معه وهو منفصل عنه زمانيا فهذا يعني تداخل عنه في عالم الرياضيات يقول لاحظوا فسروها بهذا الشيء التداخل حصل ليس بالالكترونات سابق ولاحق بل حصل بين الاحتمالات أو بين الموجات المحتملة وعالم الاحتمال رياضي عالم أزري فوق الزمان لا يحتاج الزمان الظاهرة الثانية التي فسروا بها كيف أنه تترك الالكترونات الشق المغلق وتتجه المفتوح هذا أيضا في الرياضيات لأنه اختبر كل مسارات المفتوحة واختار المفتوح في الرياضيات لأنه المقصود هو الغاية تتحكم بالمسألة لأن الالكترونات لا بد أن ينفذ فيختار المنفذ المفتوح الظاهرة الثالثة كيف تتأثر بوعي الراصد هو من عالم الرياضيات هو من عالم الرياضيات يؤثر بعضه على بعض حتى أنه قال ويرنر هازنبرغ في كتاب الفلسفة الفيزياء أن الوعي المراقبة تحول الممكن ممكن الوجود إلى إلى الواقع ممكن الوجود تحول إلى الواقع يقصد بممكن الوجود ممكن الوجود ممكن الوجود طبعاً هذا تعبير رسطي فلسفي أنه هذا ممكن الوجود ممكن الوجود لدينا أشياء ممكنة الوجود ممكن أن توجد ممكن ما توجد وأشياء واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى عندي مقالة على أنه الممكن الممكن والواجب الوجود في الفيزياء شنو معناه بالنسبة الفرق عن الفلسفة فيرى أن الرياضيات هو نسيج الكون الأصلي فالأشياء اللي واجبة بالرياضيات تكون واجبة في الخارج الممكنة في الرياضيات ممكنة في الخارج فالمحتمل هو الممكن هنا فالألكترون هو محتمل الوجود بالمراقبة يتحول إلى لاواقع خارجه هذه فكرة هايزنبرغ فلذلك أنه الألكترونات تداخل الوعي مع الألكترونات لأن ما دامت هي بين المصدر والشاشة هي دالة رياضية والوعي دال الرياضي الحسابات مالتنا رياضية فتتداخل بهذا الشكل وتتحول إلى دقائر لاواقع خارجه لايرة الخيار المتأخر كيف تصحح الماضي طبعا هذه مفهومة لأن قلنا أنه عالم الرياضيات مجرد عن الزمان أسمي هذا السببية المتأخرة أو قهقرائية فالمراقبة والقصد تؤثر في عالم الإمكان عالم الرياضيات عالم الاحتمال كما تؤثر قصودنا في الأشياء التي نحركها بقصده يعني حاليا مثلا لما أريد أحرك يدي في أثناء مثلا الشرح فهذه اليد تتحرك شنو؟ تتحرك بالإرادة بالوعي كيف أثرت على جسمي؟ من هذه الناحية مثل هذا التأثير يظهر تأثير الوعي على تأثير على الخارج طبعا جون ويلر صاحب تجربة الخيار المتأخر ذهب بها بعيدا يعني كان يقول مثلا الألكترونات التي عبرت إشكاق المزدوج يمكن نتصور التجربة على مقياس كوني نتصور فوتونات أو موجات كهرمناطسية تعبر حولك يعني عدسة جاذبية حولك وازر مثلا هذه ألكترونات أو فوتونات من نجمة هنا يعني حول كوازر ألكترون وهنا ألكترون أو فوتون وهنا فوتون وتأتي إلى عين الناظر في الأرض هذه بقعة زرقاء هي الأرض يعني فهنا أيضا تخضع للخيار المتأخر فيؤثر وعي الإنسان هنا يؤثر وعي الإنسان على انطلاق على انطلاق الضوء يؤثر وعي الإنسان هنا على المصدر الضوء حتى لو كان زمانا قديم جدا فلذهب إلى أنه الكون بشكل الحالي أثر عليه وعينه الحالي الوعي الإنساني الحالي أثر على بداية الكون فجعل هذه الخيارات وإلا رح نتساءل على الإلكترون الأول في الكون كيف ظهر ولا يوجد هناك وعي إنساني الإنسان بحسب مثلا النظريات الموجودة خلق بعد كذا مليار سنة من ظهور الكون كيف تحول الإلكترون الأول إلى شيء واقعي الإلكترون لا يتحول إلى واقع إلا بوجود راصد ما من هو الراصد الذي كان في بداية الكون فتجربة الخيار المتأخر سمحت بأن يقال أنه الإنسان الحالي هو الذي أثر على بداية الكون وسمح بتكون الإلكترونات الأولية بل جزيمة الجسيمات الأولية سمح بها وعي الإنسان فوعي الإنسان يؤثر على بداية الكون حتى لو كان متأخر زمانا لماذا؟ لأنه من عالم الرياضيات وأنه يؤثر بسببية عكسية طبعا مقررات ملتقى كوبنهاج باختصار هي أنه طبيعة الاحتمالية لدالة الموجة دالة الموجة دالة موجة الإلكترون طبيعتها هو احتمالية مو توصف باحتمالات لا هي طبيعة احتمالية فضوع المنظومات الكومومية لمبدأ اللادقة أنه ما ممكن أحدد أحدد الإلكترون ما بين المصدر والشاشة الخلفية بدقة لا لا ما ممكن معنى اللادقة هي شيء ذاتي في الطبيعة انهيار الدالة الموجية الاحتمالية بشكل لا رجعت فيه عند الرصد معنى هاي الدالة الموجية اللي تعبر عن الالكترون لما أرصدها تنهار بشكل لا رجعت فيه حضور الطبيعتين الموجية والجسيمية معا بشكل أساسي وجوهري في الطبيعة معا بنيا ويعبر عنهما بالدالة الاحتمالية اللي أما ترصد كزخم للالكترون أو كموقع طبعا تمت إضافة أفكار أخرى المصدر موجود لهذه المقررات لكن هاي مقرراتكم اللي هو التعريف السائد يعني التفسير السائد لميكانيكا الكام هو الرسمي الذي يدرس وإن كان يدرس أحيانا في جامعات مثلا بعيدة عن مصادر العلم يدرس فقط الرياضيات الخاصة بالأغراض الصناعية يعني تمشي مسألة الأشياء الصناعية فمبدأ اللاذقة مبدأ الريبي مبدأ اللاتعين يعني هذا ما معين قبل الرصد أليكتروني أصبح يسمى مبدأ عليس قانون كما يحلو لبعض تسميته مبدأ اللايقين ومبدأ الشيك الفيزيائي فيرنر هايزنبرغ ينص على أنه لا يمكن تحديد خاصيتين مقاستين من خصائص النظام الكمومي إلا ضمن حدود معينة من الدقة ما أملك توصيف الألكترون في أي موقع يعني لو قدمت الحاجز قدمت الحاجز عدة سنتيمترات كيف سيكون موقع الألكترون لا أملك لا أملك فكرة ولا أستطيع لأن الطبيعة بذاتها احتمالية فإذا أردت أن تقيس الموقع ستخسر من الدقة في قياس طاقة طبعا هذا كلام يعني ممكن البعض يعني فهمه بعض التجربين فهم على أنه المسألة تحدي للمهارات القياس وكأنه ما أقدر أقيس عجز بأدوات القياس يؤكد الفيزيائيون الذين ألفوا في مياكل يؤكدون على أنه المسألة ليست لا دقة ليست بسبب عجز أجهزة القياس وإنما بسبب نفس الطبيعة الاحتمالية أنه هي الطبيعة ما محددة هي الطبيعة احتمالية للأشياء الكترونات والفوترون فهو مبدأ مبدأ لا دقة ليس نتيجة قصور القياس بل هو مبدأ من مبادئ الطبيعة وسمات تكملية للواقع قال هايزنبرغ في مقاله في أننا يقول لا نستطيع أن نعرف الحاضر بكل تفاصيله كمسألة مبدأ مبدئيا ما نعرف الحاضر لماذا؟ لأن الحاضر غير محدد يتدخل الرصد كعنصر من عناصر الطبيعة في ميكانيكالكم أنت من ترصد من تحسب رياضيات أنت عنصر من الكون تدخل في الفيزياء الكلاسيكية يقول في الفيزياء الكلاسيكية ممكن أنه نقدر نتصور نضع نقدر تصور للكون بشكل مجرد عنه نحن خارج نرصد الكون في فيزياء الكامل لا إنما تدخل وترصد رح تأثر على الأشياء رح تزعج المنظومة الكومومية لما أنت تدخل في الرصد تدخل حساباتك تكون واعي من ذلك قالوا إن وجود الإنسان في الكون ضروري أساسي لو لا الإنسان لما كان هناك كون يعني هذا الكلام يتكلمونه فيزيائيين غربيين بول ديفيز وأمثاله يعني يقولون الإنسان هو وجوده تشاركي مع الكون ليس راصد فقط يعني فالفيزياء ليست راصد هي الداخلة في الكون من ذلك أصبح من الصعب تجد نظرية مجردة كاملة لكل شيء بدون أنه تؤثر على الأشياء ترصد تحسب تجلس وحدك وتفكر تؤثر على الأشياء تؤثر على الحقيقة حتى البعض قال كلمات كبيرة يعني أنه نحن الذين مثلا بدأنا الكون خلقنا الكون نحن الذين وسعنا هذا الكون نحن الذين تسببنا في هذه الجسيمات الأولية التي اكتشفها يعني إحنا أدينا إلى هذه المسألة إصرار العلماء هو الذي أدى إلى اكتشاف تلك الجسيمات هذه كلمات هائلة تحتها ميكانيكا الكامل ظهر بسببها أيضا مسألة الأوالم المتعددة أنه لما تكون كل الأشياء محتملة فكل احتمالات موجودة قال ويرنار هايزنبرغ أن الكون في أجمعه قبل أن يتم رصده رصده ممكن وجود وأنه ينتقل من الممكن إلى الواقعي بالمراقبة طبعا بكلام فلسفي ويؤكد على أن هذا المعنى هو فلاطون هناك يعني ويقول لهايزنبرغ يقول أنه ما ممكن فهم الفيزياء الحديثة إلا بفهم الفلسفة الأغريقية فلسفة الأغريقية الإلكترون هو رياضيات واقعية وهذا أول تنويه بواقعية غير المادة والطاقة تحب أهمية هاي المسألة بدرنا ندخل الى وعي الإنسان ونعتبر وعي الإنسان شيء فيزيائي وممكن نتعامل معه في المستقبل طبعا الأدوات لا زالت عاجزة يعني فهذا باب التقنية للمعرفة فيزيائيا والإحساس بتأثير الوعي على موقعات هذا جديد ميكانيكل كم وهذا الشيء الرائع في ميكانيكل إلا أن المشكلة أن الاحتراف بواقعيات الرياضيات في الخارج وأن وعي الإنسان مرتبط بهذا الواقع الخارجي حمل في طياته مشكلة بليغة وهي التي استفزت ألبرت أنشتاين طبعا لا يبدو أنه مستفز من هذه الصورة يعني كان هؤلاء جمعة علماء بينهم يعني علاقات جيدة يعني ربما كان هذا التواضع وهذا التواصل هو الذي سبب ثورة فيزياء الحديثة لازلنا ننتظر في فيزياء جديدة لكن لازلنا يعني تبع لهؤلاء يعني في الفيزياء إن الإلكترون واقع فيزيائي هذا أولا هو واقع الإلكترون نرى أنه التوصيلات الكهربائية موجودة وهو دالة رياضية تعبرنا احتمال موقعي لاحظوا فأنه رياضيات قاعد يأثر يسويين هاي الإضاءة هاي الحاسبة اللي تشتغل أمام هاي الأجهزة هذا التواصل بالإنترنت هو إلكترونات وهي رياضيات وهي محتملة يعني إذن نحن نعيش بالاحتمالات فهل أن الله خلقه محتملا غير محدد وترك تحديده الإنسان حينما يرصد الإنسان حينما يوجد الإنسان ويرصد تتغير الأمور بحسب الإنسان كما يفعل الذي يرمي النرد صاحب النرد يرمي لا يعرف ماذا سيظهر لكن يصطدم بالأرض في وقت معين يتقلب فيه كذا مثلا يصدر النقطة فالله هل يترى خلق الكون بهذه الطريقة فقال أن الله لا يلعب بالنرد حابير طبعا يعني نيلزبور عجابر بكلام قاله أنه كفة عن تعليم الله ما يمكن أن يفعله وما لا يمكن يعني الله من الممكن أن يخلق كونا متحركا متنوعا احتمالات بأجمعها موجودة ربما كان كيف يقولون العوالي المتعددة أنه الكون موجود بجميع الاحتمالات من بداية إلى نهاية في كل نقطة مفصلية تخلق عوالم في قدر الاحتمالات ثم نحن نختار مسار من ضمن عشر أو خمسمية من الأكوان فكرة الأكوان المتعددة من هذا من ناحية نشأت من فكرة المسارات المتعددة فأيضا نحن يعني لدينا إجابة أخرى يعني قلنا في البداية في الورشة الأولى أن خلق الله للأشياء ليس كما يتصوروا أنشتاين ليس إطلاق الشرارة ثم الاعتزال ليس كفعل ميكانيكي أنه يبدأ في زمان معين ثم ينسح الخلق الإلهي فعل فوق الزمان أسباب الكونية سواء كانت رياضية أو ميكانيكية علية أم فاعلية أو كمومية إنما هي نسيج في داخل هذا العالم يؤطر الكلمة الإلهية كن فيكون إنما أمره وما أمرنا إلا واحدة إنما أمره إذا أرادنا شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكن كلمة الإلهية أما يكون هذه تنتسج الأسباب في جميع مستويات الكون مستوى الفيزيائي لتكون أسباب ميكانيكية والمستوى فوق الوعي لتكون أسباب غائية أو كمومية فالله تعالى يخلق النتيجة ويخلق الاحتمالات ويخلق وعي الإنسان كل شيء يعني وكل مستوى من الكون ويتخذ نسيج حول هذه الكلمة شرحناه كان في الورحة الأولى أنه ربما كان هذه أنسب يعني لا نستعجل في تطبيق ميكانيك الكام على المراد الإلهي ولا أنه نستخدم الفيزيائي الكلاسيكية وأنما لدينا نظرية خاصة في الفعل لله فوعي الإنسان ربما كان الله سبحانه وتعالى أيضا هو خالق وعي الإنسان في الروايات أول ما خلق الله العقل أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم اشتق منه كل شيء ثم قامه في مقام كذا واشتق منه كذا فلا نحتاج للذيادة عن طريقة خلق الله بمقولة أنشتاين ولا نتصور الخلق بمقولة نيروزبور ما اعترامنا لأريتيهما ترجمة نانسي قنقر